الحدث الكبير الآن وهو الإعلان عن استشهاد القائد يحيى السنوار لكن إلى جانبه أيضا هناك جبهة المواجهة الدائرة في جنوب لبنان هذا حدث حي ومؤثر وكبير ويجب أن نقف أمامه ونقرأ اتجاهاته وهناك الحديث عن المواجهة القادمة قبل الحلقة القادمة قد نكون أمام تطور نوعي في المواجهة بين كيان الاحتلال والجمهورية الإسلامية في إيران سأبدأ طبعا بالحدث الأبرز الحدث الأهم الحدث الأعظم الأكبر نحن أمام قائد بطل يعني أولا يحيى السنوار استشهد وهو في الميدان يقاتل إلى جانب رفاقه يحمل السلاح يعني كان يقال أن يحيى السنوار هي الرواية الإسرائيلية كان يحتمي بالأسرى في الأنفاق ولذلك كان يتفادى الاحتلال استهدافه كي لا يقتل معه الأسرى هكذا كانت الرواية يثبت الآن أن هذا البطل هذا القائد الشهيد كان يقاتل في الميدان لم يكن في الأنفاق لم يكن مختبئا لم يكن محتميا بالأسرى كما كانوا يقولون كان في الميدان مقاتلا طيب يعني هذا تشكيفار العرب حمل السلاح وحمل دمه معه وذهب ليقاتل ويقف مع رفاقه في الخطوط المواجهة يتنقل من جبهة إلى جبهة من موقع إلى موقع وبالتالي حتى استشهد في واحدة من المواجهات أنه الإسرائيلي ما قدر يتعرف عليه إلا من باب القوليه هذا بيشبه السنوار بعثوا الصورة رجعوا أخذوا صورة للجثة رجعوا نقلوا الجثة عظيم يعني وبالتالي لا يستطيع الاحتلال الآن هي أول نقطة يعني حتى نحط الأمور بالنصابة لأنه هلأ كل الحكي اللي ما يخذ التعليقات والتعقيبات ماذا بعد السنوار وخالد مشعل وشو رح يصير بالمقاومة خلينا روء على حالنا شوي ونبدأ وحدي وحدي أول خلاصة أن الاحتلال لا يستطيع الادعاء بنجاح استخباري يعني هو لا يستطيع الآن أن يظهر ويتباهى عرفنا مكانه وقصدناه وتتبعنا اثنين هذا يقول أنه ما كان في خرق ببنية حماس القيادية ما فيكن ترجعوا بعد منها تقولولنا والخروقات والقيادات والتسليم والتسلم وكانوا يبلغون وكانوا والإسرائيلي فيت عن خاع الشوكي وقاعد بقلب التنظيمات القيادية لقوى المقاومة هذا دليل على أن قوى المقاومة نظيفة نقية ليس فيها مكان للاختراقات فيه جواسيس بتشارع يعني بالأطراف لكن في البنية الصلبة المقاتلة لم يكن أحد يعلم أن يحيى السنوار يقاتل في الخطوط الأمانية ولا واحد لا من نتنياهو ولا من هليفي ولا من الشباك ولا من المخابرات الموساد ولا من أمان ولا من غيره لا أحد منهم كان يعلم أن يحيى السنوار يقاتل في الميدان هذا يعني على المستوى الاستخباري لم يبيضوا علينا أنه هني يعني يا لطيف واصلين وعارفين ومتابعين وهني متطورين تكنولوجيا إيه معهم قوة نارية إيه لكن باستثناء هول هني جبناء في الميدان وهني ما أدرين يخترقوا قوى المقاومة كما أنهم لم يستطيعوا أن يعرفوا أن الطوفان قادم لم يستطيعوا أن يعرفوا أين هو السنوار وكيف يصلون إليه هلأ بالنسبة للسنوار أنت عم تحكي عن قائد كان معروض عليه قبل الطوفان وكان واضح هذا الكلام من السياسة الإسرائيلية ومن الكلام الإسرائيلي الأموال التي تأتي من قطر نوصلها لكم تنعموا عيشوا عندكم منتجعات في غزة صحيح غزة تحت الحصار بس عم يوصل بطريقة أو بأخرى كل ما يلزم لحياة الترف فعيشوا أنتم القادة وتركوا شعبكم يدفع ثمن الجوع والحصار هذا يستحق التحية يعني قائد يرفض أن يقبل هذه العروض سلطة على مليونين ونص على مساحة غزة على تنعم بشروط الحياة وهذا وأنه غزة بيبقى بيطلع خطابات على الأقصى وخطابات على فلسطين وخلاص ينسى الأمور طيب هذا كان متاحا له وبالتالي أنت أمام قائد يعني أي واحد من الحكام العراب يعرض عليه ربع الذي كان معروضا على السنوار أو على سماحة السيد الشهيد المقدس كان راح زحف يعني هم أصلا لا يخاطبون الحكام العربي إلا بلغة البذاء والاستحقار والاستخفاف هو اللي بيحقوا معهم كانوا أنه جاهزين لنعمل صفقة نحن وإياكم بس يعني روؤوها بلها المقامة بلها القتال بلها الذين اختاروا القتال والمقامة واختاروا معها الشهادة والذين بيسمع كلامه للقائد يحيى السنوار بيعرف أنه هو خياره هذا قال إذا كنا نخشى الموت فنحن نخشى الموت على الفراش نخشى الموت بعادة سير نخشى الموت بسكتة قلبية نخشى الموت بسكتة دماغية لكن المهم أن نستشهد ونحن نقاتل في سبيل الله والمقدسات والوطن هذا كلامه وبالتالي إذن نحن أمام قامة عظيمة ملهمة في الحقيقة يعني هلأ هذه النقطة الأولى اللي بدي أولى أنه نحن أمام قائد بطل ونحن أمام فشل استخباري لكيان الاحتلال وسقوط لمزاعم الاختراقات هلأ اتنين نحن قدام سقوط المذهبية في الحقيقة ورح للكون كيف الذين شمتوا باستشهاد سمحت السيد هم أنفسهم الشمتون الآن باستشهاد السنوار هن زيتهم فإذن هم لا يميزون بين الشيعي وسني قضيتهم إذا كانوا من أهل السنة ويدعون أن قضيتهم هي مع الشيعة طيب ليش شمتنين باغتيال السنوار ما هذا يعني شيخ أزهري مش بس إنه من أهل السنة الشهيد إسماعيل هنية إذن آه لأنه مع المقاومة لأنه مع إيران لأنه يعني متحالف مع إيران ويستقوي بإمكانياتها وبدعمها عظيم فإذن قضيتكم هي في السياسة قضيتكم هي في الخيار ممتاز فإذن نحن بالمنطقة بين خيارات في واحد كاتب اليوم مسؤول بأحد التنظيمات بيقول أنه المنطقة أمام فرصة ذهبية شوي الفرصة الذهبية فرصة ذهبية للخلاص من المنهج التخريبي الذي تقوده إيران عظيم يعني فرصة ذهبية لنرى الأطفال يحترقون في الخيام في جباليا مع لا شي نحكي الأمور شوي الفرصة الذهبية فرصة ذهبية أمام هذا الوحش الإسرائيلي الفالت من كل عقال اللي مبين ما في حدا بالعالم بيقدر يهديه ونحن في قلب المنطقة التي يريد التسييد عليها إذن المنطقة الآن أمام خيارات بالحقيقة من يريد أن يعيش هذه ببساطة شديدة ما بنا نناقش بالنصر وفرص النصر وإمكانيات النصر نحن قدام خيار من اتنين ياب تقبل تعيش مثل الحيوان البهيمة يعني ما سمح لك تاكل وتشرب وتنام وتروح على الشغل وتقول ثقافة الحياة وتقبل أن يداس على كرامتك على أرضك على عرضك على سيادتك على وطنك يتوسع الإسرائيلي يقول جنوب لبنان عاجبني بدي أبغي قطعتين من هذا ياخدون يعني أبدي جنوب سوريا بدي ضفة الشرقية لنهر الأردن هاي لازم تكون جزء من إسرائيل بدي شمال مصر بدي جنوب السعودية هو عاجبيني بعد شوية العراق كويس شو بيشكي اسموت ريتش عم بيقول الشام هي العاصمة ففيك تختار هذا أنه تقول أنا ما بدي مخصني ما دخلني أنا بدي أكله أشرب هذا خيار وهذا الخيار مش مفتوح إدامك في الحقيقة يعني هذا خيار مفتوح إدامك بمقدار ما يعني يرضاه لك الإسرائيلي لأنه لأهل غزة مش مسموح لا يأكلوا لا يشربوا لا يناموا لا يعيشوا لأهل الضفة مش مسموح لأهل جنوب لبنان مش مسموح واتباعا لأهالي مناطق عربية تتسع كلما اتسع مدى الشهوة الإسرائيلية في التوسع هذا خيار وفيه خيار تاني أنك تقول لا سنواجه هذا ونحن لدينا الآن بنا عربية أعدت ما يجب أن يعد لمقاتلة هذا الاحتلال والدليل أمامنا أنه استشهد سماحة السيد نعم لكن المقاومة في الجنوب لا تزال مش بس واقفة على قدميها تتحدى وتقاتل وتلحق الأذى بالاحتلال وتثبت أنها مؤسسة محترفة على قدر عال من الجدية وعلى قدر عال من القدرة على إيلام العدود ونحن في غزة استشهد قائد وقادة ويستشهد آخرون لكن بنت هذه المقاومة مؤسسة عسكرية ما عاد إلو إيمي من يكون رئيسها ما عاد إلو إيمي صراحة أنا لن أناقش في هذا هذه البنية ما عاد حدا بيقدر يتجاوز السقوف السياسية التي وضعها الشهيد إسماعيل هنية والشهيد يحيث سنوار ما عاد حدا بيقدر يتجاوز الآن مين بده يجيب لك إياهم للأسرة يا نتنياهو عم تقول صار في طريق للوصول للأسرة كيف بدك تحصل على الأسرة؟ كيف القوة العسكرية ستصل إليهم قتلة؟ هذا إذا ما غضب الآن أحد المقاومين وقتل اتنين أو ثلاث منهم عندما يتبلغ بأنه قائده استشهد فهذا يقرب الوصول للأسرة بالمعنى العسكري والأمني هذا يضعف لأنه لما بيبطل في قائد قوي تقدر تتفاوض وتعمل معه اتفاق بتصير فرص الوصول إلى الأسرة أقل إذا ما نكون عم نحكي علم عم نحكي يعني مفاهيم واقعية الآن فرص الوصول إلى الأسرة تراجعت وبالتالي روح أنت واجه أهل الأسرة وقال له شو عملت فيهم يعني وجود السنوار كان ضمانة للوصول إلى الأسرة عكل حال ما كان بإيده نتنياهو لأنه مش هو يعني مش أنه اكتشف مكان وجوده وذهب إليه ليقتله يعني هو ستشهد في الميدان وهو يقاتل مثله مثل أي مقاتل جعب وحامل باروتو وذهب إلى الميدان رح فيك تجيب الأسرة شر الفرجينة كيف رح فيك تجيبهم رح فيك تقضي على المقاومة من كل عقلنا نحن مسدقين أنه القائد يحيى السنوار اللي صار له جمع عشر تيام الله أعلم في الميدان كان عم بتابعوا بدير التفاصيل ما يجري في جباليا معلش هاي المقاومة تحولت إلى روح لم يعد لها حاجة لأن تكون مركزية هي مقاومة متصلة لكنها لا مركزية وهي في كل مكان تتدبر أمورها وترتب أوضاعها وتنظم قدرتها على العمل بحماس وبالجهاد والشعبية وقوات صلاح الدين وشهداء الأقصى كل من يؤمن في فلسطين بأن فلسطين لأهلها كل هؤلاء موجودين بمعزل عن الخطوط والفواصل التنظيمية يقاتلون لأنهم لن يسلموا لهذا الوحش الإسرائيلي وبالتالي معركة غزة صار لسنة وهي قادرة أن تستمر لسنة أخرى بده يكمل فيها الاحتلالك خلي كمل خلي كمل جنوب لبنان سيقاتل سنوات سنوات إذا الإسرائيلي بيحمل سنوات ما حدا يفكر أنه في حسم أنه والله الإسرائيلي سيحسم شو يعني سيحسم لك مش سقف علمه هو أنه بيقدر بيحتل مش هذا سقف ما يعد فيه بقوته وجبروته عظيم إذا كان هذا السقف ألم يكن محتلا من قبل إذا انسحب بعد الاحتلال ستعود المقاومة في اليوم الذي يلي الانسحاب كما حدث بألفين وستة وإذا بقي بعد الاحتلال ستكون المقاومة في مواجهته كما كانت قبل الألفين يعني شو هو الجديد اللي بده يصير هي الآن أقوى من بعد ألفين وستة وأقوى من بعد من قبل الألفين وبالتالي اللي واجهه قبل الألفين رح يواجه بأضعاف واللي واجهه بعد الألفين وستة من أن مقاومة تستعد وتنمو وتطور قدراتها رح يواجه أضعاف شو عنده حلول؟ ما عنده حلول بغزة شو عنده حلول؟ قال سأل بعدني عم بيسمع وعد سيعود نتنياهو إلى ما قبل ألفين وخمسة عظيم يرجع لمقبل ألفين وخمسة محتل غزة كيف بيضمن الاستقرار في غزة؟ أنتم سدين أن المقامة نقصة خطوط إمداد أن المقاومات عادة تبحث عن خطوط إمداد المقاومات تنتزع السلاح والذخيرة من عدوها وتقاتله فيه طالما معه الواحد عم بيكون معه سكين داخل بئر السبع وسواها عم يطعن الشرطي بيشلحوا رشاشوا وبأوز فيه والمقاتلين اللي بالمقامة مش أقل جسارة يعني وبالتالي لن ينقصهم سلاح ولن تنقصهم ذخائر وسوف يسطون على مستودعات الذخيرة داخل غزة وعلى مستودعات الأسلحة داخل غزة وسيضعون العبوات ويفجرون الدبابات هذه حرب خلاص ما بقى توقف هذه إلى طريق واحد لا توقف للي مش قادرين يستوعبوا المشهد أن ينسحب الإسرائيلي من غزة بشروط المقامة ما إلى طريق تاني ما إلى طريق تاني ترجمة نانسي قنقر